اتكلمنا في الفيديو السابق عن مصادر الالتزام وعرفنا ان في مصادر الالتزام ارادية واخرى غير ارادية مصادر الالتزام الارادية هي العقد والارادة المنفردة اما مصادر الالتزام الغير ارادية فهي العمل الغير مشروع والاثراء بلا سبب والقانون هنتكلم النهاردة عن الاثراء بلا سبب انا عمر العروسي وحضراتكم بتتفرجوا على قناة نظريات قانونية واحد مستأجر مؤجر بيت من مؤجر وكان فيه إصلاحاته ترميمات معينة يجب أن تتم في العقار فعملها المستأجر إيه بقى اللي حصل هنا اللي حصل إن المؤجر اتغنى لأن قيمة العقار بتاعته زادت والمستأجر اتفقر لأنه خسر فلوس في الترميم هنا بقى يكون للمستأجر الحق في الرجوع على المؤجر لاسترداد ما دفعه ليه؟ لأن المؤجر هنا أثر على حساب المستأجر بلا سبب ومن واقع المثال السابق يمكن تعريف الإسراء بلا سبب إنه تلك الحالة التي يثري فيها شخص على حساب غيره دون سبب قانون والإسراء بلا سبب لم يكن مصدرا من مصادر الالتزام مستقل بذاته ولكن كان ينظر إليه كنوع من أنواع الضرر الذي أصاب الشخص المفتقر وأن هذا الضرر يستلزم التعويض وكثيرا ما كان يتم الخلق ما بينه وما بين الفضالة أو عمل الفدول بس سنة 1892 أصدرت محكمة النقطة الفرنسية حكما هاما بهذا الشأن فاعترفت بالإسراء بلا سبب وإنه مصدر مستقل بذاته من مصادر الالتزام وذلك بفضل جهود الفقيه القانوني ريبكياء والإسراء يقوم على ثلاثة أركين الرقم الأوليني الإسراء يعني واحد يتغني زي في المثال السابق المؤجر يتغني بسبب تلك الترميمات التي قام بها المستأجر والإسراء هنا قد يكون مباشر أو غير مباشر مباشر إن الإسراء بيتم من فرض لفرض مباشرة زي المثال السابق ألف دفع دين عن به فيكون به قد أثر بلا سبب مباشرة من ألف وقد يكون الإسراء غير مباشر زي أن يتم الإسراء بواسطة شخص تلك زي إن ألف يشتري سماد من به ثم يقوم ألف بتأكير الأرض الجيم بعدما نثر السمادة بها هنا يكون جيم قد أثر بسبب به وممكن كمان الإسراء يكون مادي زي ما يكون المستأجر رمى ملايين المؤجرة فاستفاد المؤجر وممكن يكون معنوي زي إن ألف استقبل خدمة هندسية أو طبية أو قانونية من به فتلك الخدمات تعتبر معنوية وسببت الإسراء لألف لأن تلك الخدمات تقوم بالمال وكمان الإسراء ممكن يكون إيجابي زي مثال المؤجر والمستأجر اللي استخدمناه في أول الفيديو ممكن يكون سلبي زي مثال الفرض اللي أجر الأرض ونفر بها السمال كده بقى يبركن الأول تمام الركن الثاني وهو المتعلق بمسألة الإفتقار يعني لازم الشخص المدعي يكون اتفقر والإفتقار ده بيكون زي الإثراء مادي ومعنوي وإيجابي وسلبي ومباشر وغير مباشر يعني مثلا الشخص اللي بيع السمات يعتبر افتقر بسبب الشخص اللي أجر الأرض المسمدة بشكل غير مباشر لأن اللي فقره بشكل مباشر يعتبر هو الشخص اللي اشترى منه السمات الركن الثالث والأخير بقى علاقة السببية يعني أن يكون الإثراء قد حدث بسبب تصرف من الشخص اللي اتفقر وتسبب أيضا في إثراء الشخص الذي أثره وبناء على ده لو واحد حفر ترعة علشان يوصل المياه الأرض فاستفاد منها غيره فهو لم يفقر من حفر الترعة لأنه حفرها الهدف وذلك رغم إثراء الفرد المستفيد اثنين لازم يكون الإثراء بلا سبب يعني لو كان الإثراء سبب يبقى ما ينفعش يترفع دعوة بناء عليه وممكن يكون سبب الإثراء العقب زي مثلا أن المستأجر لعقار حب يامي فيه تحسينات زائدة فقام متعاقد مع مئاول وبعد كده تعصر المستأجر واختفى ففي هذه الحالة لا يحق للمئاول مطالبة المؤجر لأنه أثر بلا سبب لأنه كان هناك سبب للإثراء وهو العقب وذلك رغم أنه لا دخل للمؤجر به السبب الثاني للإثراء ممكن أنه يكون القانون زي مثلا أن واحد يفقد ملكية العقار بتاعه بسبب التقادم يعني أنه مطالبش بحقه خلال المدة معينة ففي هذه الحالة لا يحق له مطالبة الشخص الذي اكتسب العقار بالإثراء بلا سبب وتنظم مسألة الإثراء بلا سبب المدة 179 من القانون المدني المصري والتي جاء فيها منصه كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من غساره ويقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء كما بعد ومدة التقادم في دعوة الأثراء بلا سبب هي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالافتقار أو على أي حال بعد مرور 15 عام بشكرك على مشاهدة الفيديو حتى نهايته لو استفدت منه اعمل لايك وشيره مع أي حد مهتم بالمجال القانوني واكتب لي في الكومنت عن أي سؤال قانوني ييجي في بالك أو أي موضوع تاني انت عايزني أشرحه أشوفكم في الفيديو اللي جاي ترجمة نانسي قنقر